مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب نعمة المسيح وسلام المسيح يكون معكم في كل مكان موجودين فيه بقلنا فترة وإحنا بنتابع أخبار ما يحدث في الجزائر من غلق كنيس من إجبار أعضاء الكنيسة على ترك الكنيسة بالقوة واللي بيرفضوا يتركوا الكنيسة بيتم القبض عليهم ويمكن الجمعة اللي فاتت كانت فيه حلقة خاصة في برنامج المرأة المسلمة عن الكنيسة في الجزائر ونحن في قناة الحياة نتابع ونصلي وننتظر تدخل الرب في هذه الظروف الصعبة نهاردة الصبح كنت بقرأ مقالة في مجلة كريستيانيتي توداي وهي واحدة من أكبر المجلات المسيحية اللي بتقدم سواء موضوعات أو أحداث العالم المسيحي في كل مكان وكانوا كاتبين مقالة عن ما يحدث في الجزائر وأحاول أن أنا ألخص ما قالته مجلة كريستياني توداي أو المسيحية اليوم عن ما يحدث في الجزائر بتقول العنوان الرئيسي بيقول أن القوات الجزائرية تكبر المسيحيين يعني كريستياني توداي من المسيحيين يعني بتكبر المسيحيين على أفلك كنيس أكبر كنيس في الجزائر وبتقول لنا هنا في الجزء الأولاني أنه زي أنه الحكومة الجزائرية أغلاقت ثلاث كنيس في هذا الأسبوع ومنهم كنيستين كبار أكبر كنيستين في شمال أفريقيا والقوات أو قوات الشرطة أكبرت المسيحيين أنه يتركوا المبنى واللي رفضوا يتركوا المبنى أرستد سام هو كونتينيو توبروتست اللي هي عبضت على بعض الأخوة اللي رفضوا الخضوع لأوامر الشرطة الجزائرية وبعدين بيكلمني عن أنه أكبر كنيسة وهي حوالي سبعمائة عضوا في هذه الكنيسة فالجاسبلي تشيرش في تازي أوزو والكنيسة دي أزاي أفلوا الكنيسة وطلعوا الناس برا الكنيسة والناس اللي قعدت على البنوك في الكنيسة تم الأبد عليهم من قبل القوات الشرطة الجزائرية وكمان كنيسة أخرى عدد أعضاء حوالي 500 عضو في مكودة أيضا أغلقت وأضر كنيس وكنيس أخرى أيضا تابعتها بيقول لنا التقرير أنه أتليس 15 بروتستانت شورش أتليس يعني على الأقل 15 كنيسة إنجلية من مجموع 46 كنيسة في الجزائر على الأقل 15 تم غلقهم بالقوة من شهر يناير سنة 2018 وحتى الآن هي بتقول لنا كمان أنه بعض الإحصيات أنه البعض بيقول أنه الجزائر فيها أكتر من 125 ألف مسيحي وفيها زي ما قلت هنا حوالي 46 كنيسة إحنا ما زلنا بنصلي الأجل الإخوة في الجزائر ومن أجل الكنيسة في الجزائر وواثقين أن ما يكتازون فيه أنه رب هيحول هذا إلى الخير أنه رب يحول هذا الشر إلى الخير نأتي إلى موضوع عنوان حلقة اليوم موضوع حلقة اليوم هو جزء اتنين من الحديث عن افتراءات أحمد سبيع على الكتال معادس الأسبوع اللي فاتت كلمنا عن بعض الافتراءات وشفنا قد إيه في كلامه زي ما يمكن شبهت المرة اللي فاتت أنه مصورة من الكذب اتفتحت بلاعة من الكذب اتفتحت وحتى أنه هو يدعي أنه لا يعلم يعيني يعني إيه كلمة سفر ولا يعلم يعني إيه كلمة تكوين وإنه إيه كلام الصعب ده وإنه الكتال المؤدس كتاب ممل وإنه الكتال المؤدس لا يهتم بالحديث عن الله لكنه يهتم بالحديث عن الأنساب وعن التواريخ وكل هذه الكلام وكل هذا كلام أثبتنا الأسبوع اللي فات بالدليل الواضح جدا أنه كلامه كان غلط أنه ادعاءاته كانت ادعاءات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة طبعا إحنا مدركين أنه الكذب هو فيه لب وأساس العقيدة الإسلامية وأنه أي حاجة هتخلي الإسلام يعني ينتصر حتى ولو كان الكذب هو هيصبح الكذب حقيقة أو يصبح الكذب يعني مقبول فالكذب فيه الفكر الإسلامي عقيدة أساسية ممكنة للإنسان أنه يكذب وعش كده ما عندهمش أي نوع من الإحساس حتى بتقنيب الضمير أو بالحياة أو بالخجل أنه يكذب أو حتى الإحساس بأنه عمل حاجة غلط كويس يعني الإحساس بأنه أنه لما يكذب ده عمل حاجة غلط وأنه الغاية لتبرر الوسيلة هو الفكر ده مش موجود عنده خالص نهاية فبالتالي لما بيبدأ يكذب كذب ولا اثنين تلاتة اربعة بتلاقي كل الفيديو بتاعه مبني على أكاذيب النهاردة هكمل كلامي عن الإفتراءات اللي بيدعيها أحمد سبيع البعض بيقول لي آه أسيس أشرف يعني عبر الكتاب برنامج أسمى وأروع من كده وما تضيعش وقتك في الكلام على هؤلاء أو مع هؤلاء ف أنت كده بتشهرهم وبتعمل لهم إيمة أكتر من إيمتهم الحقيقية سدقوني أنا مش برد عليهم أنا كل اللي احنا بنعمله في قناة الحياة يعني أن إحنا بنقدم وبنحترم الإخوة المشاهدين وأعلم أنه مش كل الإخوة المشاهدين دارسين متعمقين فممكن بسهولة أي حد منهم ينخدع وزي ما خدعت الحياة قديما حواء الكلام اللي بيتقال في الفيديوهات ده بسهولة جدا ممكن يخدع البسطاء وعش كده اللي احنا بنعمله في قناة الحياة أو بنعمله في برنامج عبر الكتاب هو أن احنا نزهر إلى أي مدى ما يقدمونه من أمور هي فعلا في الحقيقة مجرد أكاذيب وأنه ثقاتنا في كلمة الله تفوق ما يدعونه عن كلمة الله فاحنا بنقدم ما نقدمه للإخوة المشاهدين المحبين للرب واللي عايزين فعلا قلب الرب وشوء الرب أنهم يثبتوا وينمو في الإيمان وفي معرفية شخص الرب يسوع المسيح نأتي إلى موضوع الحال كما قلت هو أن نحنا بنكمل الرد على افتراءات أحمد سبيع في فيديو هنشوفه بيتدعي فيه أيضا وموضوع يمكن اتهرى كلام واتكلمنا فيه مرات ومرات ومرات وتشرح وموجود في كتب كتير كتير وهو موضوع هل الله يندم هل الله يندم وأن الكتاب المؤدس إزاي قال إن الله ندم وأن الكتاب المؤدس إنما بيقلل من قيمة الله الرب الإله فخلينا نشوف الفيديو دو ونيجي نقدم رد تاني مرة تانية على هذا الإدعاء الغير حقي إن أنا وجدت الكتاب في فقرات كثيرة بيتكلم عن الله بطريقة غريبة وعجيبة فلقيت نص في سفر سمول الأول خمستاشر حداشر بيقول ندمت على أني جعلت شاول ملكا تخيل اللي بيتكلم في النص ده هو الله الله بيقول عن نفسه ندمت إن أنا جعلت شاول ملك طبعا أنا عارف إن المسيحيين هيقولوا الكتاب يستخدم مصطلحات بشرية عشان نفهم لكن ما تقبلتش الرد ده لأن ببساطة الله قادر إنه يستخدم مصطلحات وعبارات ما فيهاش إساءة ولا انتقاص من قدره سبحانه وتعالى طبعا خدتوا بالكم إنه هو عارف الرد يعني المصيبة الكبرى إنه هو عارف الرد وعارف إنه إزاي هناك ردود على هذا الجزء وهو بيدعي إنه درس عبري سنين وإنه تعمق في اللغة العبرية إلى آخره الفكرة إنه هو مش عايز يقتنع مش عايز يقتنع وعما أعتقدش إنه حتى إنه هقدمه له النهاردة هيخليه يقتنع هو 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 همه سيت هز مين زي ما احنا بنقول إنه هو خلاص هو شايف إنه دي كده وإنه دي نقطة كويس بيهاجم فيها الإسلام المسيحية فهو متماسك بيا مهما نقدمنا من ردود هو مش يقتنع بيا الرد الوحيد اللي ممكن يقتنع بيا عندما يغير الله قلبه وعندما يرى الأمور بمنظور إلهي حقيق لما يعرف يسوع المسيح ويفهم يعني إيه الرب أحبه وبيحبه ويريد خلاصه لكن طبعا مردودة على هذا الجزء وحتى يعني زي ما قلت هو بيدعي إنه بيعرف عبري كلمة العبري ناخم اللي هي تترجم حزن أو ندم وندم الله كويس أو تأسف الله خلينا نقولها لا تعني أبدا الندم بمعنى الرجوع في القرار زي الإنسان الإنسان بيرجع في قراراته لأنه أولا بيتغير الإنسان متغير فممكن اللي أنا شايفه النهاردة بحسب فكري ممكن بكرة أغير فكري وأشوفه بمنظور آخر الإنسان ممكن يغير موقفه لأنه معرفته غير كاملة فأنا معرفتي عن أمر ممكن تكون أليلة مثلا فخدت قرار على أساسه لكن لما عرفت أكتر خدت قرار مختلف عن القرار الأولاني واندمت عن القرار الأولاني لأنه معرفتي كانت أليلة لكن ده ما ينفع شو مع الله كويس لكن الكلمة اللي استخدمها الرب وهو تعبير زي ما قلت يقدم للإنسان ما شاعر الله أحاسيس الله كويس كلمة نفسها تعني أنه أخذ نفسا عميقا تأسف في قلبه ده معنى الكلمة وويس وليس معناها أن الله غير رأيه وليس معناها أن الله كان غلط فبدأ يصح الغلط بتاعه وليس معناه أن الله بيغير ما قصده وما شيئته و مقاصده في التاريخ ولا لا بيتغير في صفاته صفاته كانت نحو شعبه كانت كذا وبعدين صفاته اتغيرت فبيئت صفات مضادة هذا ليس فالله الكلمة نفسها في أصلها بتعني تأسف أخذ نفسا عميقا يعني زي ما بالزبط لما تشوف ابنك بيعمل حاجة مش بحسب اللي أنت تتمنيها فتحزن في قلبك تتأسف يا مش ده الغرض مش ده الهدف ده مش اللي أنا كنت أتمنى ليك لم يقول الكتاب فحزن الله أنه عمل الإنسان أو ندم الله أنه عمل الإنسان ليس معناها أنه الله ندم أنه خد قرار غلط لكن الله أن الله تأسف في قلبه شعر بالحزن في قلبه من أجل ما قد وصل إليه الإنسان من خطيئة ومن ضعف ده المقصود فالتعبير في حد ذاته هو صفة بشرية الله استخدم الصفة البشرية الموقف الإنساني لكي ما يوصل للإنسان الذي كتب إليه الوحي الإلهي ما يشعر به الله تجاه خطيئة الإنسان طب إزاي أنا أفهم إن الله يعني حزن على خطيئة الإنسان إزاي يفهم كده كتبها إزاي الله إذا حاب يعبر عنها هيعبر عنها بأنه لغة هيستخدم لغتي أنا هيستخدم مفهومي أنا زي ما الله لما استخدم حاب يعبر عن علاقته مع الإنسان إنه علاقة عهد استخدم علاقة الرجل بالمرأة زي ما الله الكنيسة جسد المسيح فاستخدم تعبير الجسد الواحد اللي فيه أعضاء فالتعبيرات دي تعبيرات مجازية والكلمة كلمة مجازية بشرية تعبر من خلالها عن ما شعر به الله لكن ليس معناه أن الكتابة المؤدس استخدم تعبيرات تقلل من الله كويس؟ ليس هذا هو المعنى المعنى أن الله استخدم تعبير بشري عبر بي من خلاله على ما شعر به تجاه خطية الإنسان وشر الإنسان وفجور الإنسان وبعد الإنسان عنه وهي الحزن والأسف والندم لكن لا تعني أبدا هذه الكلمة أن الله غير مقاصده وغير أهدافه فالله ليس إنسان فيندم أو ابن ليس إنسان فيندم أو ابن إنسان فيجذب الله غير كده الله مش بيندم الله معلوماته معرفته هي معرفة كاملة وقراراته التي يأخذها هي قرارات حكيمة مبنية على قدرته الكلية ومعرفته الكلية وحكمته الكلية كده يعني حتى في تكوين ستلة فندم الرب أنه صنع الإنسان في الأرض وتأسف في قلبي هي بمثابة رد فعل صحيح إذا فعل أو فساد الإنسان وشره وكيف أن الإنسان والأرض قد فسد ده تعبير الله بيكلم من خلاله على إزاي إنه تأسف في قلبه تجاه خطية الإنسان ما كانش ينفع ربنا أه برافو عليك أو إنه الله لا يعبر عن غضبه وعن حزنه تجاه خطية الإنسان فعشان أنا أفهم القارئ يفهم من يقرأ الكتال المؤدس يفهم مشاعر الله الله استخدم اللغة التي أفهمها أنا في علاقتي مع الآخرين وفي علاقتي مع أقرب الأقربين إلي إن أنا إزاي بندم أو بتأسف أو باخد نفس عميق أو بحس بالثقل عندما أحد أبنائي يفعلون الخطية زي ما قلت إحنا مش بنقدم له رد الرد ده هو عارفه على فكرة عارفه كويس أوي وشاف فيديوهات كتيرة وكلمنا عنه في قناة الحياة مرات ومرات في برامج مختلفة أنا بقدم الرد ده بس للمشاهدين لكي لا يخدعوا بما يقوله أحمد سبيع ناخد مدخلة ونكمل مع بعض كلامنا ألو ألو هلو سلام المسيح سلام المسيح أهلا وسهلا بحضرتك معك أخوك بوني من السودان بسمه غنب أمريكا أهلا وسهلا أهلا وسهلا سلام المسيح معكم أنا مبسوط لأن اليوم أبحث معكم أنا أنت اختبار حي عايز أحكيه أثبت للناس أنه إلهنا حي المسيح هنا حي أمين اتفضل يعني صارت لحادث قبل 8 شهور في حادث على السيارة والأطباء قلوا قالوا ما في أمل أنه أنا أعيش بده من أشهر الأكسيين مني لأنه كنت عايز الأكسيين عمي تنفس ففي أحد الأيام أنا كنت في المشيشة يعني ملاك وأخطني بعيد بعيد وبعد داك شفتت نام ملاك وشي عبير ما أفعل بياك في الموز كم قال لما ملاك اللي ما خيتني عادة رجو هذا مو هاتو رجو هذا مو هاتو فأنا فرهي فجأة اللي قيت نفسي موشيشكا وجسمه كله عمد التاش عمد التجيف يعني يعني إلهنا حي أنا بحكي حسي وانا أنا بحكي حبيت أشارك معكم هذا لأنه حرامي نتشوف يا حرامي هذا ما تشارك مع الناس حرام خطيئة آمين أخونا بوني يعني الرب أضاف إلى عمرك عمر جديد ونشكر الرب الأجل العمر الجديد اللي الرب أضافه إليك ونصلي معاك إنه العمر الجديد دوا يكون فعلا بتخدم فيه الرب وبتشهد فيه عن الرب أكتر وأكتر آمين آمين ممكن تترك تليفونك مع الكنترول ونحب طبعا نتواصل نتواصل معاك بس يا ريت ما تقفلش وتسيب تليفونك مع الاخوة ونحب نتواصل معاك والرب يباركك ويستخدمك ويكون شهادة حية عن عمل الرب طيب ناخد مكالمة أخرى الأخت نوها من أمريكا نعم سلام ونعمد سلام ونعمد مع القناة الحياة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك أنا تابعت وأسمعت وأسمع وقناة الحياة حقيقة تعجبني استفاد يعني كنا مسيحين في النساء هذا ديدان هذا الذي يحكي ويحكي ويحكي في الإنجيل وهو ما شاء في الجزائر كيف يسمون بها عالم تصلي لا أبدأ أحد يعني تتعبر عن إيمانها وهو وهو الذي يدافع عن القرآن في العراق في الجزائر كل هذا افتهاد المسيحيين أو غير المسيحيين أي دين هذا هو الذي يدافع عنه فذولا مفروض يشكتون يشكتون فدقني يعني هو الإنسان لأندي ضمير حي يستنكره يستنكر أمسانه ونبيه حقيقة ما قمنا نتحمل هالسلام وهل تهجم على الإنجيل واللي جاء رب يسوع بالسلام والبحث وهما يأرسون بهذا شكرا 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 يا أخت نوح يعني طبعا أنا عايز بس أوصل حاجة مهمة جدا برحكا تقابلت مع شخص يعتبر واحد من الناس اللي هم متخصصين في الدفاعيات وقال عبارة قال عبارة كده شدتني قال المسيحية هي الدين أو يعز اعتبرناها دين المسيحية هي الوحيدة التي لا تجبر بالسيف أو بالقوة أي شخص أن يدخل فيها فعلا أو تمنع أي شخص أن يتركها وده بيأكد أكبر دليل على أنه فعلا الإيمان المسيحي هو الإيمان الصحيح الوحيد لأنه إذا كان الإسلام يخاف على المسلمين ويضع حد الردة لكي لا يترك المسلم دينه وإذا كان حتى الشيوعية تحيد بنسها وتفرض أيضا عقبات على من يترك الشيوعية أو غيرها أو غيرها من البوزية أو غيره الإيمان المسيحي هو الوحيد الذي لا يحارب لكيما يأتي الآخرين إلى الإيمان المسيحي ولا يحارب لكيما يحفظ الجوة من أنهم يخرجوا وده يقول لنا إلى أي مدى الله بيحترم حرية الإنسان ويريد أن الذين يتبعون شخص المسيح يتبعونه بحرية كاملة ويدبعونه من كل قلبهم ويدبعونهم لأنهم مقتنعين بي وده فعلا عفوا بس هما ما يريدون يفتحون أقولهم لأنهم أميان روحيين لو كانوا يفتحون قلوبهم ألوقهم أقلهم يعني كان أفل حقيقة اللي ربسو قال تعرفون الحق ويحرركم ما يريدون يتحررون من الشيطان الرب يفتح قلوبهم ويحررهم اللي حررنا يأخطنوها واللي حرر كثيرين يستطيع أن يحرر كل يوم الذين يأتون إليه أشكرك لأجل مدخلتك والرب يبارك حياتك نأتي إلى جزء آخر جزء آخر بيحاول فيه طبعا أحمد سبيع أنه يظهر الزيالكتال المؤدس فيه تعبيرات جنسية يعني تعبيرات خادشة للحياة وأنا فعلا لما بسمع الحاجات دي بتحك لأنه يعني مجرد بس الواحد يقرأ عن الجنة في الإسلام أكنه دخل يعني أسوأ نايت كلاب ممكن الواحد يتخيله وأنه الحريات وأوصفها وأنه فك البكارة ويعني شغل مقزز ومؤرف يعني شغل مؤرف بجد يعني لكن يجي عند بعض الكلمات في كتار مؤدس ده ونيجي نرد عليه وفي حسقيال وعاشقة معشوقيهم نص كده بيقول كده وعاشقة معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل طبعا عرفت فيما بعد لما بحثت إن المسيحيين بيقولوا إن دي تشبيهات ومش المقصود بيها أعضاء جنسية فعلا ولا مني خيل ولا لحم حمير ولا ثاديين مش ده المقصود أبدا لكن المقصود الرب بيتكلم عن الكنيسة في تشبيهات يعني طبعا سوري انت كذاب الرب بيش بيكلم عن الكنيسة خالص هنا ولا النص ده لي علاقة بالكنيسة وانت كل معلوماتك اللي انت قريتها دي متلخبطة على بعض معرفش جبتها منين هذا النص أساسا ملهوش علاقة جدا بالكنيسة لا من قريب ولا من بعيد كويس النص اللي انت اقتبسته ده موجود في حسقيا لثلاثة عشرين ودايما الإخوة المسلمين آه شوفوا حسقيا لثلاثة عشرين وتحدى أنه حد يقرأ لنا حسقيا لثلاثة عشرين كل نص وجد في الكتاب المؤدس هو نص مقدس كل نص وجد في الكتاب المؤدس هو نص موحى به من الله ولا نخجل منه ونناقشه ونقدمه ونشرحه ونبينه ونقدم المعنى اللي اللي الرب أراد أنه يعني يوصل هنا فحسقيا لثلاثة عشرين تعالى بقى شوية كده عشان النص ده ملهوش على الله كزي ما انت بتقول بكنيسة يعني أو تدعي أنه رب بيتكلم عن الكنيسة تعالى شوية بقى كده ونقرأ النص من بدايته علشان تفهم النص ده بيتكلم عنه ويا ليت الرب يعطيك فحما يا ليت الرب يعني يزيل الغشهاوة اللي على قلبك وعلى بصرتك لكي ما تدرك معنى هذه الكلمات اللي بيقولها هنا رب وكان إلي كلام الرب الرب هنا بيتكلم على لسان حزقية للنبي وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم كان امرأتان ابنتا أم واحدة يعني النص واضح أختين كويس امرأتين وكان ليهم أم واحدة وزنتها بمصر طبعا لم يقول زنتها بمصر هنا يعني هنتكلم شوية عن المجال في هذا الجزء لكن خلينا كمل إريت النص الأول في صباه هما زنتها هناك ضغضغت تديهما وهناك تزغزغت ترائب عذريتهما واسمهما أهولة الكبيرة وأهليبة أختها وكانت لي وولدت بنين وبنات واسمهما السامرة أهولة وأرشليم أهليبة وزنت أهولة من تحتي وعشقت محبيها أشور الأبطال وبعدين اللابسين الإسمنجوني ولات وشحمن كلهم شبان شهوة فرسان ركبون الخيل فدفعت لهم عقرها لمختار بني أشور كلهم وتنجست بكل من عشقتهم بكل أصنامهم ولم تترك ذناها من مصر أيضا لأنهم ضاجعوها في صباها وزغزغت ترائب عدرتها وسكبوا عليها دناهم لذلك سلمتهم ليد عشاقهما ليد بني أشور الذين عشقتهم هم كشفوا عورتها أخذوا بنيها وبناتها ودبحوها بالسيف فصارت عبرة للنساء وأجروا عليها وأجروا عليها حكما ده جزء من حسقيال 23 حسقيال 23 بيقولين إيه الرب هنا بيكلم مثل هذا الكلام هو مثل هو يعني مثل كناية بيتراحه الرب فبيقولين إنه يا ابن آدم كان امرأتان ابنتها أم واحدة وهذان الامرأتان هما السامرة لأنه نتكلم عنهما إنهما بعد كده وضح هما مين قال وإسمهما السامرة أهولة وأرشليم أهوليبة يبقى الأختين دول هما السامرة وأرشليم السامرة هي عاصمة المملكة الشمالية أرشليم هي عاصمة المملكة الجنوبية من أم واحدة المملكتين دول كانوا مملكة واحدة أصلهم بيرجع إلى إبراهيم وصارة أصل الشعب اليهودي كله بيرجع إلى إبراهيم وصارة فهم أختان لكن حصل أنه الأختان دول مشوا في طريق خاطئ وزنتها بمصر لما كانوا معا في مصر زنتها بمصر يقول لنا حاجة مهمة جدا أنه شعب إسرائيل اتعلم عبادة الأوثان وهو في مصر وهي الزنة هنا هو زنة روح لا يتحدث هنا عن الزنة الجسد لأنه بيكلم عن زنة مدينة مدينة زنت يعني مدينة زنت مش معنى أنه الشعب اللي فيها مارس الزنة مع بعضهم البعض لا بيكلم هنا في الكتابة مقدس لما الرب بيكلم عن زنة أرشليم أو زنة إسرائيل بيكلم عن عبادة الأوثان لأنه الزنة الروحي هو كسر لعهد عبادة الرب الإله يهوى الواحد كويس فلما يروح الشعب يعبد الأوثان الرب بيكلم عنها على أنها عباة عنها زنة روحي زي ما الزوجة بتكسر العهد اللي بينها وبينزوجها عندما تزني مع رجل آخر كويس فليقول لنا هنا يقول لنا الكلام المهم ده يقول أنه هما اتعلموا عبادة الأوثان وهما في مصر ليه لأنه أرض مصر كانت أرض عبادة أوثان في مصر عبدوا كل الأشياء يعني المصريين المصريين ما خلوش حاجة ما عبدوهاش من النجوم والكواكب الشمس والقمر من الحيوانات اللي بتدب على الأرض سواء التور أو غيره من القطة من حتى الجعران الخنفسة اللي بتمشي على الأرض وكل الجنس والعبادة كانت عبادة أيضا مرتبطة بممارسات جنسية فشعب إسرائيل اللي عاش في مصر اتعلم عبادة الأوثان فين في مصر كده يقول الرب إنهم زنوا في مصر كويس سباهما والزنة دوان ظهر أول ما خرجوا من أرض مصر فاكرين أنتوا أول ما خرجوا من أرض مصر وموسى سعد على الجبل علشان يعني الرب يديله الوصايا العش ويديله النموس وموسى اتأخر شوية هناك الشعب عمل على طول خلوا هارون يعمل عجل كويس من الذهب وبدأ الشعب يحتفل ويتعبد للعجل هما ليه عملوا عجل لأنه في مصر كانوا بيعبدوا للعجل كويس فهم حبوا يعملوا زي ما المصريين بيعملوا عشان كده هما تعلموا الزنا الروحي وتعلموا عبادة الأوثان منين من شعب مصر فلما خرجوا وموسى مش موجود على طول رجعوا إلى أصلهم وعملوا ايه وعبدوا الأوثان الاسم الأخت الكبيرة اللي هي أهولة وكلمة أهولة يعني هيرنت أو خيمتها كويس هي السامرة عبدة الأوثان قبل مدينة أرشليم وجعلت الخيمة بتاعتها هي خيمة أوثان اتبنى فيها معابد وثانية اتبنى فيها يعني مرتفعات وثانية اتبنى فيها أيضا كان كل تحت شجرة خضراء كان هناك شراين أو تمثال أو أعبادة للأوثان كانت موجودة كويس وأهوليبة اللي هي معنى اسمها إنه خيمتي فيها يعني المكان اللي ربنا اختاره علشان يجعل اسمه فيه ويبنى فيه الهيكل للأسف حتى هذا المكان عبد الأوثان وعشان كده ربنا عاقبهم بدينونا عاقب السامرة بأشور اللي هي وثقت فيها وارتبطت بيها وحبت إنها يعني تكون مسالها الأعلى هما أشور فأشور جات على السامرة سنة 722 ودمرت السامرة ودمرت المملكة الشمالية وخدت كل الأحياء إلى السبي الأشوري كويس السامرة قعدت شوية قعدت لحد سنة 586 لحد لما جم بتوع بابل كويس الذين أيضا وثقت فيهم أرشليم وجم ودمروا المدينة وأهلكوها وحرقوها ودمروا الهيكل وخدوا الأحياء سبي إلى بابل عشوك كده رب يقول أنه هم البابليين أو الأشورين هم كشفوا عورتها يعني وصلوا المدينة إلى أوطى درجة من الخجل والإزلال الأزلال أخذوا بنيها وبناتها ودبحوها بالسيف فصارت عبرة للنساء وأجروا عليها حكما هذا الحكم هو حكم الرب اللي أجرى الرب هذا الحكم على مدينة أرشليم وسامرة نيجي بقى لسؤال مهم إيه الغلط في كده أولا الرب استخدم لغة بيفحمها كل عبدة الأوثان وهي أن عبدة الأوثان ارتبطت سواء في أرشليم أو في السامرة ارتبطت بممارسة الفحشاء وموجودة في كل تاريخ حتى لو رحنا إلى تاريخ اليونان ولا تاريخ روما ولا تاريخ مصر الأديمة ولا تاريخ الممالك اللي كانت مبين النهرين كل هذه الممالك عبادة الأوثان ارتبطت بممارسة الجنس وعشان الإنسان ينضم أو يعبد الوثن كان لابد أن يمارس الجنس مع وحدة كاهنة مقدسة موجودة في الهيكل كويس باستمرار لهذا الفعل وكانوا بيعتبروا ممارسة الجنس هي مصرة للآلهة يعني الآلهة بتصر لما تشوف الفحشاء دي قدامها فبالتالي لو طلبوا حاجة من الآلهة دي بعد كده هتكون مسرورة يعني الآلهة تكون خلاص بقى يعني البهجة مالة حياتها فبالتالي أي طلبة ممكن يطلبها من الآلهة وهي في حالة النشوة كويس هتستجاب رب رب استخدم ورب حاب يوصل حاجة مهمة جدا احنا النهاردة لما بنقرأ النص دا ممكن نشمئز ونقرف وده اللي أصد الرب أن يكون أصد الرب أنه لما نقرأ النص دا نشمئز من اللي عملته السامرة ونشمئز من اللي عملته أرشاليم نصل إلى حالة القرف بسبب فعل الخطيئة اللي عملته والرب حاب يثبت هنا أنه جريوهم وراء الأوثان وأنه الزنا الروح اللي عملو دا كان بسبب الشهوة اللي جواهم مهم ممكن ممكن للأسف الكتير ممكن بنات تقع في الزنا غزبا عنها وممكن يضحك عليها حد يضحك عليها وممكن زي ما موجود في الإسلام السبايا اللي يتم اختصابهم كويس واعتبرهم يعني مادة جنسية مباحة مباح معها الجنس وزي ما حصل مع داعش وغيره 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 لكن هنا هم راحوا لعبادة الأوثان بأرجلهم هم تركوا الرب الإله بإرادتهم وجروا وراء الأوثان من أجل شهوة قلوبهم وده اللي حاب يقول الرب إنه كالزوجة الخينة التي التي صنع معها زوجها كل إحسان وكل رحمة لكنها ظلت تخون جزها بالرغم من محبته وبالرغم من وفاءه ليها مش أنت ممكن توصل إلى حالة الإشم إزاز لما تسمع قصة زي كده ده اللي أصد الرب نيوصله أصد يورينا إلى أي مدى ديننت عادلة مش فيلم جنس زي ما بتدعي طبعا هذا نص وبصدق يعني هذا نص لا يمثل أي مشكلة لأي شخص ثقافته غير إسلامية لكن لأن الثقافة الإسلامية مبنية على الجنس والشهوة وكل ما بيفكر فيه المسلم مرتبط بالجنس وبالشهوة حتى الجنة هي مكان للجنس وللشهوة وللخمر وللحريات وللنساء فبالتالي لما بيجي عندي نص زي كده للأسف اللي فكره نتن ما بيروحش غير للأفكار النتنة واللي فكره ملوث ما بيروحش غير للأفكار الملوثة لكن أي شخص آخر في ثقافة أخرى غير إسلامية ما عندهش مشكلة مع النص ده وإحنا ما عندناش مشكلة مع النص ده لأن النص ده أراد أنه يظهر إلى أي مدى فجور وإثم وشهوة وخطيط شعب إسرائيل ونص استخدم لغة كل رجل محترم كل رجل غيور كل رجل عنده نوع من الشهامة يفهمها فيصل إلى حالة الإشمئزاز والقرف مما فعلت أرشاليم ومما فعلت السامرة طهر عينك وطهر فكرك لأنه لو طهرت عينك وطهرت فكرك مش يكون عندك مشكلة مع هذا النص خالص هتفهم اللي عايز الرب يوصله من خلال هذا التعبير المجازي هذا المثل اللي الرب طرحه طيب جزء آخر بقى يقول لنا إيه سبب آخر من الأسباب اللي تخلته يعني لا يؤمن بالمسيحية وهو سبب يعني هو هيكلم عنه في الفيديو اللي جاي لكن لكن عايز أريكو إلى أي مدى حتى ما يقوله من أسباب إنما هي أسباب وهي غير حقيقية من فكره هو ومن اختراعه هو لكن فعلا ليس لها أساس أي أساس من الصدق خلونا نشوف الفيديو اللي جاي تكلمنا فيه عن المخطوطات بعد الانتقال من مرحلة السطحية للدراسة وبدأت التعمق كان أول شيء واجهته هو موضوع ضياع أصول الكتاب المقدس وإن الكتاب المقدس الحالي ليس له أصول وكل المتاح هو نسخ من نسخ من نسخ من نسخ وإن كل النسخ المتاحة مختلفة وما فيش مخطوطين طبعا هذا الادعاء أنا معرفش على أي أساس بناه هو بيقول إنه الكتاب المقدس مش موجود في مخطوطاته الأصلية وده حقيق الكتاب المقدس المخطوطة اللي كتبها متى بإيد متى أو بطرس بإيد بطرس أو إشعياء بإيد إشعياء مش موجود كويس لكن الكتاب المقدس بس أنا أتكلم عن العهد الجديد مش أتكلم عن العهد الأدين كويس كتاب المقدس عندنا حوالي خمسة وعشرين ألف مخطوطة خمسة وعشرين ألف مخطوطة تسعة تلاف سوري خمس تلاف وسبعمائة مخطوطة يونانية وتسعة تلاف وتلتمائة مخطوطة لاتينية وحوالي خمس تلاف بالإبطية والسريانية واللغات الأخرى القديمة يعني كام خمسة وعشرين ألف مخطوطة أقدم مخطوطة كويس بتعود إلى بداية القرن الأول اللي هي بنسميها P57 كويس والمخطوطة دي هي جزء من إنجيل يوحنى وبتعود إلى سنة مية وعشرين أو مية واحد وعشرين ميلادية وإنجيل يوحنى لو قلنا أنه يوحنى الحبيب مات سنة ستة وتسعين أو سبعة وتسعين يبقى الفريق الزمني ما بين موت يوحنى الحبيب الذي كتب الإنجيل وكتب الثلاث رسائل وكتب أيضا سفر الرؤية يعني خمس أصفار من العهد الجديد كتبهم البشير يوحنى الحبيب لو قلنا يوحنى مات سنة سبعة وتسعين أو تمانية وتسعين وإنه المخطوطة دي بترجع إلى سنة مية وعشرين غالبا ميلادية يبقى كام سنة كويس فرق ما بين يوحنى وما بين المخطوطة دي أنقول حوالي تلاتة وعشرين سنة اربعة وعشرين سنة كويس فالمخطوطة من الزمن اللي فيه يوحنى أو وقت يوحنى اللي مات فيه حوالي تلاتة وعشرين اربعة وعشرين سنة طبعا ما فيش أبدا أي شك في أن النص اللي بين ايدينا هو فعلا النص الذي قصدوا وكتب في المخطوطات الأصلية وبشهادة آلاف المخطوطات كويس لكن هاجي للقرآن هعملك بنفس الاسلوب كي أين المخطوطة القرآنية التي كتبت أيام الرسول فينها أين المخطوطة الأصلية للكرآن التي جمعت أيام الرسول أو أيام أبو بكر ما عندي نايش النهاردة غير مصحف عثمان ومصحف عثمان كويس بدأوا الشغل فيه بعد اربعة وعشرين سنة من الهجرة وما نعرفش قعدوا كام سنة يكتبوا فيه يعني كل المراجع بتقول لك ما نعرفش قعدوا كام سنة يكتبوا فيه يعني أنت أساسا ما عندكش ولا مخطوطة أصلية ولا أي مخطوطة من أيام الرسول نفسه كلها أحرقت لسبب لآخر كويس وعندك مخطوطة لم تكن مخطوطة أصلية غير الآيات اللي كلتها المعزة غير الآيات اللي نسيها وتناسك غير الآيات اللي اتناسخت وجيبها دلها على الأقل الكتاب المقدس عنده خمسة وعشرين ألف مخطوطة قديمة بعدها فريجمنت كصصات وفيه أغلبها الكتاب المقدس كله كتاب المقدس لا يمكن أبدا أنك تشك فيه عندما تأتي إلى مقارنة المخطوطات وعندما تأتي إلى دراسة المخطوطات لا يمكن أبدا أن تضع القرآن في كفة والكتاب المقدس في كفة لأن هنا في زيرو وهنا في آلاف المخطوطات الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها من الله واللي عندنا ما يثبت من المخطوطات ما يؤكد على أنه الذي كتب هنا هو كلمة الله الحقيقية دون زيادة أو دون نقص أجي إلى جزء أخير جزء الأخير ده بيدعي فيه بقى أنه السؤال الذي أنهى على المسيحية أنا أنا مش عارف أنا سؤال ده ممكن ينهي على المسيحية يعني غالبا غالبا هو بيفكر أنه أسكى أخواته هو الزاكي اللي فيهم الإيمان المسيحي بقاله أكتر من ألفين سنة وعلماء وفلاسفة ومفكرين عظام من أعظم العقول ومن أقوى العقول على مستوى العالم كله في مر التاريخ والأزمنة درسوا ونقضوا وأمنوا بالإيمان المسيحي وده جاي للنهاردة عشان بس عشان الفيديو بتاعه يعني يجد مشاهدات كتيرة هو بيختار الحاجات دي عشان الفيديو بتاعه بس يعني يبقى لي مشاهدات كتيرة السؤال الذي يدمر المسيحية لو ما تسمع السؤال التعبير ده تضحك لأنه شر البلية ما يضحك طب خلونا نسمع السؤال ده ونيجي للإجابة يقول يسوع وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب طيب ده المقدمة للسؤال الذي يهدم المسيحية يعني بشكر يعني غالبا كل المسلمين لازم يعملوا لك تمثال مدام أنت هتهدم المسيحية في سؤال ده يعني أنت ده انتفاز عبقاري يعني ما فيش أمة جابت واحد زيك يعني 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 أنا معرفش هل هو ده جهل غباء ولا كبرياء ولا كله على بعضه السؤال الذي يهدم المسيحية طب تعالي با ديك أنت دتلينا المقدمة تعالي با نشوف السؤال اللي هو الجحبز دو جاب لنا السؤال دو في الفيديو اللي جاي وبيشرح لنا السؤال بقى هو اللي بيقدمه لنا إيه بقى السؤال وإيه هو الذي يهدي من المسيحية شوف الفيديو اللي جاي المفروض أن الآب والابن والروح القدس متسويين وكلهم لهم نفس المعرفة فإزاي الآب وحده هو الذي يعلم موعد القيامة طبعا أنا عارف الرد التقليدي هو إن المسيح نسوت لهوت فهو لا يعرف موعد القيامة من ناحية النسوت لكن يعرفه يقينا من ناحية اللهوت سؤال الحلقة هل الروح القدس يعرف موعد القيامة وفقا للنص فالروح القدس أيضا لا يعرف هل الروح القدس كان أيضا نسوت ولهوت إذا كان الروح القدس لا يعلم موعد الساعة أو موعد القيامة فكيف خدت باركم السؤال طبعا هو بيقول السؤال ده بيتحك خلاص بقى حطينا في موقف صعب جدا يعيني المسيحية اتهدمت من ساعة لما حطت الفيديو دوا على اليوتيوب والإيمان المسيحي خلاص اتدمر كله والناس تدخل في دين الله أفواجا خلينا نقضو واحدة واحدة كده ونجواب عليه السؤال الذي يهدم المسيحية طيب ماشي هل يعلم الروح القدس ساعة مجيء المسيح تانية وهو طبعا فهم النص وفهم الإجابة عليه بتاعت انه الابن ايضا لا يعلم كويس والإجابة اللي وصلت له انه الابن لا يعلم لانه نسوت ولا هوت معينه دي إجابة جزئية وليست إجابة كلية أولا هتيني دي إجابة جزئية وليست إجابة كلية يريتك تطلع على الإجابة الكلية والإجابة الكلية على السؤال ده موجودة في الكتاب ده المسيح من هو هتلاقي في ملحق في الآخر في بيجاوب على السؤال ده باستفادة بايس لكن عشان الوقت بتاعنا هو بيقوليه النص الكتاب بيقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب واحد هو خد فلا يعلم بها أحد وحط كلمة أحد يبقى أيضا الروح القدس يعني يعني افترد سؤال مبني على افتراد كويس وافتراد خاطئ يريتوا افتراد صح افتراد خاطئ بما أنه الرب يسوع فلا يعلم بها أحد يبقى أحد هنا بيشمل أيضا الروح القدس يبقى ما فيش حد يعرف في هذه الساعة إلا الآب طيب وهو بقى الزكي الفاز العبقاري طيب الروح القدس ليس نسوت وليس لهوت زي ما احنا بنقول أنه المسيح نسوت ولهوت يبقى الروح القدس بحسب النص ده بحسب افتراده هو ما يعرفش ساعة مجيء الابن يبقى الروح القدس ليس الله يبقى السلوس كله وقع ده زكاء ده يعني اخترع الزرة كويس طيب أولا افتراد أن عبارة لا يعلم بها أحد المشكلة اللي وقع فيها هو افتراد أن عبارة لا يعلم بها أحد عبارة شمولية أي أنها لا أحد أبدا 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 إن كل يوسف على الإطلاق لا يعرف أحد هذه الساعة إلا الأب بما فيهم الروح القدس مع أنه النص بيكلم عن الروح القدس ولا بيذكر حاجة عن الروح القدس ولو كان الروح القدس لا يعلم كان الرب قال لكن هو افترد فهو مبني على مبني على افتراد حاجة تانية طبعا هذا خطأ نابع عن جهل باستخدام نفس التعبير في أماكن أخرى في الكتاب المقدس فليس كل مرة ذكر فيها هذا التعبير كان يعني شمولية يعني في كل مرة ذكر فيها الكتاب المقدس لا يعلم أحد أو no one knows كويس لا يعني بها عبارة شمولية أخذ بعض الأمثلة لو كان كارن الروحيات بالروحيات كان فهم لكن ما أعملش كده لما يقول الكتاب وعيناه كلهيب نار كلم عن الرب يسوع وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو لما العبارة دي ليس أحد يعرفه إلا هو يعني محدش يعرف هذا الاسم إلا شخص الرب يسوع المسيح هل هذا يعني أن الأب لا يعلم الاسم يسوع وأن الروح القدس لا يعلم اسم يسوع مش بيكلم عن كده خالص يقول لأ أحد من البشر فما ينفعش تطبقها إنكليوسف كويس فهنا عبارة لا أحد لا تعني إنه حتى الآب لا يعلم كويس نيجي النص تاني كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلم لا يعني هل الروح القدس لا يعلم الإبن ده الروح القدس هو الذي يعلمنا ويقودنا للإبن ده الرب يسوع لكده لكن العبارة دي عايز أقول إنه إنه الآب والإبن علاقة الآب والإبن مش بيكلم على إنه المعرفة هنا Are exclusive or inclusive sorry محدش يعرف الإبن إلا الآب أيوة من البشر محدش يعرف الابن indispensable وماحدش يعرف الآب إلا الإبن والإبن هو الذي يخبر عن الإبن والإبن هو الذي يخبر عن الإبن للبشر لكن مش متكلم عن الروح القدس ما تقدرش تحط روح القدس هنا أي أخرى كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد كلمة ولا واحد هل ولا واحد هنا تعني في التجسد لا طبع كلم عن البشر يبقى القاعدة دي تسقط حاجة الأخيرة التي لا يعلمها هو أنه الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه هذا أيضا أمور الله لا يعرفه أحد إلا روح الله فبالتالي الروح القدس يعلم وينفعش تستخدم الآية دي أنك تقول أن الروح القدس لا يعلم وبالتالي الروح القدس ليس هو الله ما يبنى على باطل فهو باطل إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يا كون ماركو